سنربط هذه النقطة مباشرةً مع الحالة الموجودة معنا منذ بداية الحلقة للسيد الذي اكتشف أن زوجته كذلك تعاني من عدم استقرار نفسي حيث زوجة السيد كانت تقومه كذلك باعتداء عليه بالضرب السيد الكريم أنت قلت لمقبيل أنه ضربتك أنت أكثر من مرة هل هذا صحيح؟ أنا عميها الأخ يزوف كيفاش كانت تضربتك؟ المشاكل دي فوت والتعدار خطراتاتي كف فهمت قاعدنا نتناقش هنا بيها هي وقفة وأنا وقف فيها الطفل أختي الكبيرة وقفة قاعدت أنهي فينا في زوج ثم باش دخلت كانت ضيفة ساحت تضربتني كيفاش تصرفت انت في تلك اللحظة؟ أنا ما يكتبش عليك انت لحنا نضربها علش راهي ما منع منها حتى وحد كنا في عائلة كبيرة مش غير العائلة احنا كما نقولها الخابة توعي والله ما بيتعمي ساكنين معنا طيب اسمح لي برك في هذه النقطة هي أنه أي شخص آخر في مكانك ربما كان سيفكر في الطلاق في تلك اللحظة فالطلاق عليش كملت لا لا أخي قلت طلقت أنا إياها بعد حوالي 18 شهر عام ونصف نعم وروفت العجوز بثلثة شهر عندهم إمام فاميل تمها آخر مرة كتحدثت معاه في الهاتف وش قلي قلي لها وعلا بابها لم تدش دوها ثم اللي بدي تنفيقه بل لي كاين منو هذا الحالة هذه تعلم مرضى هذه طيب عنا تعنتكم أربع أولاد أولاد زود كبار والبنت وبنتك مصابة بالضرابات عقلية أيضا أه ما هيش اضطرابات عقلية قدم المشاكل راهي وصلتني أخي يصف سامحني برك مؤخرا بكتشفت كيفها رايت عمل فيها أم فهمت وشنو هي الأعراض تاع بنتك؟ الأعراض منها عدت تقولي شغل لحوالي اللي ميت هادروش لا لا الأعراض اللي حكيتهم لي عندي باب تاع الستوديو شنو هما؟ الأعراض منها البوكاء بززاف متاخدش الراي ما متحكمش في الكلاء كيفيش نفاحمك أخي ما تتحكمش يعني في البول أنا عميه أنا عميه الحاجات البيولوجية ما تتحكمش فيها أنا عميه أنا عميه بنتك أنت قلت لي أنه بنتك يعني عندها تصرفات غريبة أنها تقوم بتبول على نفسها وتقوم كدلك بقضاء حاجتها على نفسها تديتها عند الطبيب؟ بالوقت اللي نحاول أن تديها عند الطبيب تزاهية نقول لك أنا رايحة لدارنا رايحة خلينا بعده فهمت؟ خلينا بعده ونديها أنا طيب سيدي الكريم على بالك بالإنسان لما يعاشر إنسان عنده الثراب نفسي ولا مرض عقلي نوعا ما أنا لا أتحدث كخبير ولكن مرته هو يتأثر بشكل كبير يعني هل رحت عند مختص نفسي إنتايا؟ أنا عميه رحت أنا بد وش قلت؟ قبل ما نجيبوا الأولاد مرة كنت نقلق أخي يوسف نتقلق بزب من الحواجة اللي نديرهم في مرة من المرات صرا مشكل كبير يعني هذا السؤال ونختم به الشهادة معك دخلت لقيتها توجد في العشاولة في الفطور ورفتت المقلة؟ قلت بيها كانت بوك ديشة الطيبة ريشتها عليها فهمت؟ في اللقطة هذي كيمة منعتنا منعتنا تلحت لي القرعة كيف نسميها؟ ديليون كبتها على روحها ومحضرت حماية تعذر كروه كم قولك كم الحاضرين علموا بيها وكيل دمهوري هذا الحديث